السلام عليكم ورحمة الله لقد كانت الأمطار الأخيرة قد سامت بنسبة ضعيلة جدا في رفع من منسوب مياسة كدية المنطور رغم طه طولها بكميات كبيرة خلال الساعات الأخيرة بباتنا ولقد عرفت وليد باتنا خلال الساعة الأيام الأخيرة تساقط كميات معتبرة من الأمطار من نسبة متفوتة استغرقت في بعض المناطق إلى الساعات طويلة مناء الهطول وهو الأمر الذي استبشر منه سكان ولاية خيرا لا سيما منهم الفلاحون والمربون المواشي والأغنام في إنقاذ مشيتهم من الجوع وإنقاذهم من أزمة العطش التي تعيش فيها الولاية خصوصا بعد الشح الأمطار وعدت مساقطها في أوانيها ما كبد الفلاحين خسائر معتبرة من المحاصيل القمح والشعير والتي لم تنمو على الإطلاق وإلى جانبه هذا الجفاف المحيطات المائية والسدود بشكل مريب على غرار سد كدية المدور بمدينة تيمكاد المموين لعديد من البلديات والذي يشهد في أوانيها الأخيرة حالة كارتية بسبب الجفاف إذ انخفض منشوب المياه به إلى درجة ما دون السفر وهي النسبة التي يبلغها للمرة الأولى منذ إنجازه وهذه مديرات الموارد المائية لولاية باتنا جودي بن صالح أكد لآخر ساعات أن الأمطار الأخيرة لم تساهم في رفع منسوبه وذلك راجع إلى كون الجهة التي تصب بالسد لم تشهد كميات كبيرة من التساقط كما أن هذا الأخير بحاجة إلى كميات كبيرة من الأمطار والمياه حتى يرجع إلى سابق عهده مضيفا أن إعادة إصلاع القناة المحلوة لمياه سد بن يهارون بميلا نحو كدية المدور وحدها كفيلة بإنقاذ الموقف وإعادة امتلاء السد من جديد هو ما ينتظر شروع فيه لإعادة شطر المتضرر من قناة تحويل مياه سد بن يهارون نحو كدية سد المدور التي كانت قد أثمرت من وقفه المبدعية من طرف جهات العليا للبلاد بإعادة كلية لأكثر من 18 كم من محطة عين كرشة إلى غاية بلدية شمراء بغلاف قدره 2000 مليار